طيب أعرف رأيك برضو فيما يخص مباراة الزمالك يا صبري طبعا هي هتبقى طبقة مباراة القمة هي مباراة القمة يعني إن شاء الله نشوف كرة حلوة وده هيبقى شيء عظيم وهايبقى من ضمن الباكتج بتاع الاحتفالية أن المطش يطلع بشكل كويس فنيا كمان أنا شايف كولور أثبت أن قد إيه هو مدرب كبير وقد إيه هو متطور وعنده أفكار كويسة جدا وأضاف للكرة المصرية الناحية الثانية فيه مدرب جديد في نادي الزمالك الحقيقة برضو بيقدم أفكار مختلفة أسوريو فإحنا قدام مباراة يعني أتمنى أن نشوف فيها شغل التكتيكي كويس حقيقة فيها شغل كتير ممكن كمان بعد المباراة نتكلم فيه طريقة لعب الزمالك اختلفت جدا عن الفترة السابقة الرجل غيرت طريقة تماما واللعيبة خدت وقت شوية عشان تهضمها في الفترة الأخيرة أو في المباريات الأخيرة النتائج تحسنت نسبيا مش حقيس بمدى قوة المنافسين لكن فيه تطور واضح وفيه معدل تهديف زاد جدا فهي هتكون الحقيقة مباراة حلوة يعني أنا أتمنى أن هي إحنا وأتوقع أن نشوف مباراة كويسة جدا طريقة لعب الزمالك لسه يمكن ما تكونش واضحة قوي لا طريقة لعب الزمالك بتعتمد وجهة نوزري فنيا لو كلمنا فنيا شوية طريقة لعب الزمالك بتعتمد على أحمد فتوح جدا إن هو بيخش من يعني اللي بيعمله جواريديولا مع الباك اليمين هناك أو بيعمله الأوضح بالنسبة للناس الشناية اللي بيتابع ليفر بول اللي بيعمله كلوب مع أرنولد إن هو بيدخله جوه هو اللي بياخد الكرة هو اللي بيعمل الصانع الألعاب في فريق ليفر بول فهو بيعمله أوزريو لعب أو مدير فني للنادي الزمالك بيعمله مع أحمد أبو الفتوح صحيح هما دفاع الزمالك أو قلبين الدفاع في الزمالك ما عندهمش القدرة على الخروج بالكرة عندهم مشكلة في الحتة دي فالراجل فكر في أحمد فتوح لأن العيب حريف ومميز في الخروج بالكرة إن هو يستخدمه في نص الملعب بحيث إنه هو لما يكونه في حالة فقدان الكرة فتوح بينزل ما بين قلبين الدفاع بحيث إنه لما بيقطعوا الكرة بيقدر هو يخرج بالكرة فهو بيعمل كده بيستخدم فتوح في الحتة دي وأحيانا بيستخدم رؤة كمان في نفس البوزيشن ده أو بيطلب منه نفس المهام هما عندهم كمان لعبة واضحة جدا بيعتمدوا عليها وهي الكرات القطرية اللي بتطلع من الفول باك اليمين أو الفول باك الشمال للجناح العكسي يعني لو الكرة عند المثلوثي فهو بيحدفها ناحية التانية على طول ناحية مصطفى شلبي والعكس حاتم سكر ناحية الشمال دايما بيلعب القطرية لإبراهيم انداي ناحية اليمين دي بتمثل مشكلة شوية للمدافعين لأن المهاجم ببراح بوشه والمدافع بيحتاج أنه يعدل وضعيته فالمهاجم بيكون أسرع فيها دي يعني الأهلي لازم يكون مفكر فيها جدا وأنه يمنع أصلا من الأول أن التمريرة دي تتحط في مساحات كبيرة الزمالك بيلعب على رقعة كبيرة جدا من الملعب وبالتالي بيكون في مساحات هنستغلها ازاي؟ هنقدر بالضغط العالي نستغلها هنشوف الحقيقة أنا متوقع جدا أنه نشوف مباراة فيها شغل فني ممتاز ما بين الاتنين المدربين دي أبرز أرقام الزمالك في الموسم الحالي وفريق في المركز الثالث يعني كسب 17 مباراة عدد في 8 خسر في 7 دي إجمالي أهدافه 49 فبنتكلم لعب يعني عدد مباراة كبير الأكسبكتد جولز بتاعته والإكس جي زي ما احنا شايفين هو 76 الستقبل 30 هدف فده برضو بيجمال لك حالة دفاع الزمالك رغم حتى رغم التطوره هجومي يعني ده أبنكلم إجمالا في الموسم لعبوا 20 ماتش مع فريرة 9 ماتشات مع أسوري وفي النص كان فيه كابتن متحة عبدالهادي وكابتن أحنا عبد المقصود كل واحد في الدوري يعني يخد له ماتش أو حاجة فدي تقريبا الماشات دي مع أسوري تحديدا المباراة لعبها في الدوري وكاس برضو بيستقبل عدد كبير من الأهدف بس كنت حقول لك هو قد يكون من الناحية الهجومية هو زاد من الناحية الهجومية واللي فأدول في الناحية دي كمان الجوان بتوع الستة هو حقيب بتاعتماتش الماولين اللي كان لها حالة خاصة بعيدا عن الستة واحد الستة واحد أو بعيدا عن الستة واحد أداء زمالك الهجومي تطور صحيح وده واضح لكن رقمين الدفاع ولكن لأ على الجانب الأخير بعيدا عن الأرقام برضو بالنحية الدفاعية أنا بشوفها لانه انت لما تسيب مكانك وتخش في وسط الملعب وتعمل المجهود ده كله وترقص وتروح وتيجي دايما محتاج حد يكون هناك وبالتالي ده بيؤثر على الاستوبر اللي بينعب ناحيتك فبيطلع يغطي فبالتالي بيؤثر على منطقته فبييجي اللي وراي يغطي وهكذا وهكذا وبالتالي دايما هتلاقي هناك ثغرة موجودة سواء ناحية المين أو ناحية الشمال أو على حسب مين اللي ما بيغطيش مين صح يعني حتى زي ما حالك بتقول كده وانتنشر هدف اتنشر مباراة يعني هم نتكلم المعدل هدف كل مباراة الفريق بحجم نادي الزمالك ده مؤشر لحاجة هم دايما نقول الأرقام هي دلالة أو بتؤشر لحاجة فالنهاردة لو في تطور هجومي مع أسوري لا هنا الزمالك عنده في الدفاع عنده مشاكل ومشاكل نقدر نادي لعب تلنادي الأهلي اللي هي أقوى هجوم في الدوري بمختلف اللعيبة اللي بتلعب وطبعا بعد كمان يعني احنا كابتل إسلام في العادة وإحنا بنتكلم ما بنقاش عارفين الأهلي هلعب إزاي أو حتى لو عارفين ما بنكلم يعني مش بنقول ولكن المرة دي ده مستش ممكن باحتفالي الله أعلم مين اللي ممكن ياخد في المباراة دي فلعبت النادي الأهلي هجوميا والتركيبة الهجومية اللي بيلعب بها مستر كولر والزيادات بتاع طوصة الملعب وتحركات علي معلول ومحمد آني فنقدر أن المباراة نادي الزمالك حتى مع التركيز لنادي الزمالك أنه أكيد هيحاول في مخيلته نقول لك يعني الاحتفالية بتاعة الأهلي نضربها فلأ حتى مع التفكير ده هجوم النادي الأهلي يقدر النهاردة أنه هو يتعامل مع ضعف دفاع نادي الزمالك وأنه هو يخرج بمباراة كبيرة جدا ووارد يعني النتيجة تبقى تكملة لسلسلة الانتصارات اللي كولر عملها مع النادي الأهلي قدام نادي الزمالك لعبوا مرتين مرة في السوبر الإمارات كسب بين صفر مرة في الدوري كسب تلاتة صفر يعني نتمنى تبقى التالتة برضو تابتة هذا الموسم ويعني تبقى تكملة لاحتفالاتنا بالدوري